وينضم إلينا من أسطنبول عضو الاهتلاف السوري يحيى مكتبي أهلا وسهلا بك سيد يحيى بداية برأيك إلى ماذا يدل الاتفاق بين المعارضة المسلحة في دومة مع روسيا حول خروج عناصر جيش الإسلام وتسوية وضع راغبين في البقاء من المدينة مساء الخير لك وللمشاهدين الأعزاء حتى الآن والمعلومات التي تصلنا أن ليس هناك اتفاق نهائي على هذا الأمر النظام وروسيا يحاولين الترويج أن هناك اتفاق لزرع الاضطراب ما بين الأهالي في منطقة دومة بالتأكيد نحن نؤكد على أن أهالي دومة لهم الحق الطبيعي في البقاء بأرضهم وأن لا يكون ما يسعى إليه هو عبارة عن حلقة جديدة من عقود الإزعان التي أبرمتها روسيا مع العديد من الفصائل والجهات والتي تقوم على عمليات تهجير قصرية وتغييرات ديمغرافية في العديد من المناطق كما جرى سابقا في الزبداني وفي حي الوعر وفي القصير وفي أيضا المعظمية وقدسية والهامة إذن ليس هناك اتفاق نهائي هناك مفاوضات تجري حتى الآن ربما هناك بعض النقاط تم الاتفاق عليها لكن هناك نقاط أخرى ما يزال البحث جاري حولها إذن كيف تقرأ مستقبل المنطقة سيد يحيى الحقيقة مع الأسف الشديد نحن نعتقد أن هذا كله يصب في نهاية المطاف في مصلحة المشروع الإيراني العابر للحدود والذي يتخذ من الميليشيات الإرهابية زراعا له سواء في سوريا أو اليمن أو لبنان أو العراق هم يريدون تأسيس ممر يبدأ من طهران وينتهي بالضاحية الجنوبية تحت عنوان براق وكاذب وهو المقاومة والممانعة هذا هو الخطر الحقيقي الغوطة الشرقية كانت شوكة في حلق النظام حيث يعلم الجميع أنها على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة وكانت مصدر قرق كبير جدا اليوم ونتيجة الاستعمال المفرط من قبل الطيران الروسي لكل أنواع القزائف بما فيها قزائف الأسلحة الكيماوية وقنابل نابال وأمام هذه الهجمة الشرسة التي استمرت لشهرين اضطر أهلنا هناك إلى عملية الرضوخ لهذه المتطلبات والهجرة إلى إدليب فحقيقة نحن ننظر أن هذا في نهاية المطاف كما قلت يصب في مصلحة المشروع الإيراني الخطير على المنطقة بأسرها وعلى سوريا بشكل خاص نعم عوضه ولا يتلاف السورية يا مكتب كنت معنا من إسطنبول شكرا لك